اشتركوا في القناة اجابه أن يحصن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركاً أينما كان فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به قال الله تعالى إخباراً عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركاً أينما كنت أي معلماً للخير داعياً إلى الله مذكراً به مرغباً في طاعته فهذا من بركة الرجل ومن خلى من هذا فقد خلى من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياء الوقت وفساد القلب وتعود بضياء حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب إن فرطت على العبد أموره كلها وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ترجمة نانسي قنقر